إن أكوية عبد جلو وكل بالي أكوية جداً بس أكوية جداً بس في البينيات عندهم صعوبة شريف عنده يعرف يلعب في المساحات ولعب بس هو أعتقد كلس كيروش بيدور على اللعب القوي أكتر منه لعب سريع لعب هدف وعلى اللعب قوي يهد في الدفاع وكيده كده واضح أنه تمام بيعتمدش على المهاجم لقم التاسع عشان الأهداف قد أدوار في الملعب ويسيبين الكلام للجناحات صلاح ومرمش بس محمد شريف عنده ميزة أنه خفيف الحركة وسريع زمال أحمد عادل خد بالك وده أنت محتاجه لأنه إحنا لما جينا نتكلم قلنا أنه إنت لما بتيجي تشتغل من أحد فعية بتسع لعيبة فأنت محتاج برضو واحد سريع عشان ينقلك الهجمة فده مطالب برضو خد بالك مفروض محمد شريف مختلف عن مصطفى ومختلف عن مروان بس خلاص طلواتي مروان ماشي خلاص إحنا بنتكلم أقول لك هم الموجودين فهيتعلم جاي مع هذه المباراة سواء مصطفى أو مروان أنت عايز إيه من مصطفى محمد هو عايز إيه؟ أعتقد أنه هو عايز أن مصطفى محمد يبقى محطة تمام؟ أو مروان يبقى محطة وزي ما قلت لك أنه هو محتاج أن مصطفى محمد أنه هو في الناحة الدفاعية لازم ينزل يضم النص المرعب عشان يقف النص المرعب ويسيب حتة الأطراف دي هو اللي نشتغل عليها اللي هو محمد صلاح أو ترزجي أو عمر مرموش أي أن كان اللي يلعب فده توقعاتي أنه هو بيشتغل كده فهو عايز واحد برضو يدفع يكون قوي يشتغل في الحتة الدفعية ومش مطالب منه أنه هو يهاجم بشكل كبير لأنه هو ممكن يبقى محطة بس أو يلعب في الثمنتاشر بدماغه فمصطفى محمد في الحتة دي كويس يعني بتعامل معاه بشكل كويس جدا فهو ده أكيد اللي بيطلب منه صح مصطفى مش سريع مروان مش سريع فهو بينزل عشان ياخد حتى الاتنين المساكين معاه أو واحد مساك معاه عشان يفض مساحات اللي خط في خط الضهر عشان يشتغل عليه محمد صلاح بس زي ما قال أحمد برضو إحنا مش كل كرة هنقطعها هنلعبها طولية لمحمد صلاح أو نلعبها لعمر مرموش كده خد بالك بيستهلك بدري يعني اللعيب عندنا محمد صلاح أو عمر مرموش أو تريسجيه هيستهلك بدري جدا لأن انت الساعات كمان بتنزلهم كتير قوي بتنزلهم في التلاتين يارضا فانت دي بتبقى مشكلة اخد بالك البلوك الدفاعي ده لو عملته بسبع لعيبة أو تمانية لعيبة وسبت الاتنين دول انت ممكن تشتغل كويس قوي لأنه كده كده هيعمل حساب محمد صلاح لأن محمد صلاح يعني امتوا كبيرة جدا فانت النهار ده هل تخيل أن محمد صلاح يبقى بلغة الكرة معلق في الحتة اللي قدام وهيتساف فضي استحالة فانت برضو بتقلل عدد المهاجمين اللي عليك وبتقلل الضغط اللي عليك لما توقف محمد صلاح انت بتقلل الضغط اللي عليك لأنه هيقف معه واحد وهيغطيه واحد عشان السرعات وواحد كمان من ناحل عكسية مغطي فانت بتتكلم في تلاتة وقفه مع واحد كمان ديفندر لازم يوقف عشان يؤمن فانت بتقلل العدد لكن انت لو نزلت محمد صلاح ونزلت عمر مرموش او تريزي جي تمام فانت بتخلي العدد بتاع منتخب السنغال او المهاجمين يزيد عليك بكسافة فبيعمل قلق او خطورة فاعتقد ان هو زي ما قلتلك بيتعامل مع مصطفى محمد على هذا الاساس ان هو ينزل في نص الملعب شوية مع تلاتة بتوع نص الملعب طيب